السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم سنرى الأسئلة الأكثر تداولاً بالنسبة للشفاوي مباراة التعليم نرى الأسئلة التي دائماً لا يسهلوني نجنع لها بالنسبة للسؤال الأول دائماً يقولون لي بخيزنتيك أو قدم نفسي بالنسبة للسؤال هذا سألتها على القناة نيس روى على القناة الدالي باللغة الفرنسية بالنسبة للغة العربية نرى بينها نقول لي اسمي تيكنيتي عمري في ساكن حصل على باكالوريا كده وكده سانات كده وكده آخر ديبلوم خديد لسانس إجازة مثلاً في علوم فيزيائية مثلاً بالنسبة للغة العربية رابين بالنسبة للفرنسية راه درته في فيديو هو وتسؤال تاني باللغة الفرنسية بالنسبة لماذا اخترت هذه المهنة ضروري ما نذكر لي جانب مادي بنقول لي استيعجالي للعمال أنه يجعلوني تقدمني هذه الوظيفة نظران الوضعية وكده وكده تانياً رغبتي في تقديم واحد البصمة في إطار التعليم ببساطة بالنسبة للتسويل هذا السؤال باللغة الفرنسية راه فصلتوا لكم في واحد الفيديو اللي قبل من هذا دونك تلاتة تالتان فاش كنقول لي باللي راي عندي مثلا قدمت نفسي وقلت لي باللي راي عندي واحد تجربة سابقة في نفس المجال ضروري ما كيقول لي كيقول لي هل يمكن أن أدرس بدون تكوين كي سولني على إمكانية تدرس بدون تكوين أش غاجي نقول لي أنا نقول لي أكيد لا وخاذ عما أنا درت مثلا لنزور سيبليمانتار ولا درت شي حاجة بحلاك ولا كانت عندي واحد تجربة في واحد لسيكتور بخيفي أكيد لا بدون تكوين ما يمكنش أنني ندرس علاش لأنه لا بد من واحد تكوين من طرف أساسدة مؤطرين لكي لا نقع في تلقين ونرجع إلى ما يسمى بالمقاربة بالمضامين عفوا بالمقاربة بالمضامين شنو هذا المقاربة بالمضامين هذا المقاربة بالمضامين هي أول مقاربة اعتمدها النظام الطربوي المغربي بمعنى أول مقاربة كانت هي هذا المقاربة بالمضامين على ماذا تعتمد تعتمد على أسلوب الإلقاء والتلقين والمحاضرة بمعنى أن الأستاذ فيها هو المصدر الوحيد للمعرفة والتواصل بين الأستاذ والتلميد هو عبارة عن تواصل عمودي فقط والتقويم فيها هو أسلوب الاستدهار وأنا إذا درت حقا بلا من تكون رغادي نرجع لوحد المقاربة بالمضامين العكس ديال أنني دابل الآن كنشتغل بوحد المقاربة بالكفايات لا يمكن أنني ندرس بدون تكوين يعني سنعاكس هذا المقاربة بل هي جودة بل هي المقاربة بالكفاية رابعا يقدروا يسئلني ما المقصود بالجانب البيداغوجي الجانب البيداغوجي هو الإطار المرجعي الناظم لممارسات التدريس وأنشطة التعلم والتقويم يعني هو الجانب أو للشق النظري العكس ديال الجانب الديداكتيكي الذي هو الشق العملي للبيداغوجيا وهذا الجانب الديداكتيكي يضم وتخطط تعلمها تستدبرها وتقويمها سادسان ما هي كفايات الأستاذ شن هما الكفايات دي الأستاذ على الكفايات دي الأستاذ هما أش أول حاجة الشرط المعرفي الأكاديمي اللي هو بمعنى الإلمان بالمعارف المدرسية يعني يكون مليم بدك المعارف ثاني حاجة الشرط البيداغوجي الذي هو الإطلاع على علوم التربية ثالث حاجة الشرط المنهجي يعني القدرة على التخطيط والهندسة ديال التعلمات ومعرفة الديداكتيك رابح حاجة تدبير العلاقات أن هذا الأستاذ يكون عنده منهجية كيفاش يدبر العلاقات بيننا كيفاش يدبر التواصل كيفاش يخلق واحد النوع ديال التناسك خامس حاجة التكوين المستمر بمعنى أن الأستاذ من الضروري له أن يجدد تكوينه في المعارف خاصة التربوية من بعد تكوين المستمر لدينا القدرة على التواصل بمعنى يكون عنده واحد تواصل فعال مع الموحيد والتلاميذ وخاصة يكون عنده تلك القدرة على استخدام تكنولوجيا في عملية التدريس تكنولوجيا غالبا تتجلى ما شي غير في أنه يستعمل الداتاش وهذاك شي لا فمثلا تعبئة النقاط في مصر في أبسط حاجة يرى ذاك اللفات دي لأنه تتعبئة النقاط في مصر استخدام دي التكنولوجيا السؤال رقم سبعة قلت لنا أنك تقوم بدروس الدعم فما المقصود بالدعم دونك لاحظوا واحد الحاجة أنه الحاجة اللي كتتقال بالفم أي حاجة قلتها بفمك اللجنة ذاك شي اللي كيقوله فمك تيسولك عليه ذكرتي أي خاصتك توزن لغضرابي معنا أي مفهم ذكرتي خاصتك تكون عارفة شنو كي يعني لأنه ضروري غيسولك لينتا اللي كتج بدوم لك مفهم دونك هنا يا عنا ما المقصود بالدعم سابعا عنا ما المقصود بالدعم وتامنا ما المقصود بالتقويم دونك الدعم هو مجموعة من التقنيات تمكن التلاميذ المتحترين من تجاوز صعوبات الذاتية والموضوعية أما التقويم فهو عملية مصاحبة للعملية التعليمية تستهدف الوقوف على مدى تحقق الكفايات ومدى فاعلية البرنامج التربوي هذا هو المفهوم ديالهم بجوج تسعان أذكر بعض البيداغوجيات التي يمكن أن تستعملها داخل فصل الجرسي من تبلغ البيداغوجيات لدينا البيداغوجيا الفارقية بيداغوجيا حل المشكلات بيداغوجيا الإدماج بيداغوجيا التعاقد وبيداغوجيا المشروع قاعدوا ممكن أني نستعملهم داخل فصل الجرسي رقم 10 0. فلم reminding 0. فلمت من Lia2018 0. فلمت من الأغفال منículا 0. فلم الم MBA 命دorn 0. cuales ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الإثالة لعصاني يزال عمل تعد دورًا والعصاني هو التوقفية للعصاني لعصاني في إثالة لعصاني يتوقع نفس قد إلى توسط أو إلى أسخرة أو إلى أسخر إنهم توقف للعصاني اي حاجة على اليفاليواشن خليوا لي كومنتر انقدر منذيرو في الفيديو الجاي بالتفصيل الى افغيتو هادو كانوا بعض الاسئلة اللي ممكن انهم يتطرحوا في الفيديو الجاي ان شاء الله غزي نتقسم معكم تجاري بجال بعض الاصدقاء ديالي في مختلف تخصصات وبعض الاسئلة الاخرى ونفصلوا فيهم ونجاوبوا عليهم ان شاء الله بون كوغاج وما تعكزوش نوضو تقراو وبدو من دابا حيث شرام ما كيبقاش الوقت كان عودا ونعودا ما كيبقاش الوقت ما بين لاغزول تاجيل الكتابي ولوغال وبون كوغاج